تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تم خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وقد تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة وأكد الجانبان رفضهم التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين وأشدد على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين حذر في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب في غزة وتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة وعلى السلم والأمن الدوليين وقد أشد العهل الأردنية بالدورة التي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية كما ثمن الرئيس السيسي الجهود الأردنية في ذات السياقة